موسيقى كيدو و جواد السلام عليكم و رحمة الله مرحبا بكم اخواني اخواتي الله في فيديو جديد على قناتي ما نطول شعلكم هذا الفيديو هو اسبوع كامل من واجبات لو كارب كل شي مدروس كل شي محسوب واجبات متنوعة و بقيمها الغذائية معنىكم الا تبعو هذا الى بغيت تخصيص قليل او تتبيت في الوزن نبدأه في اليوم الاول الاثنين عندنا بيضتين مسلوقتين مع ملعقة زيت زيتون و قطعات توس الاصمار القيم الغذائية الكارب 14 بروتين 16 دهون 31 سعر حراري 403 كيلو كالوري الوجبة التانية 50 جرام من الاروز مطبوخة مع فخة دجاج مشوي و 100 غرام من السرطة الوراقية الكارب 15 جرام 25 جرام 8 جرام 300 كيلو كالوري الوجبة الثالثة 100 جرام لحم مفروما مع 60 جرام خص مع بفاحة متوسطة الكارب 30 البروتين 34 و الدهون 14 كذلك جرام سعرات 399 سعر حراريه اخوة الله يجلسكم بالخير هذا الأسبوع كامل قبل ما ندوز اليوم الثاني هو كامل لو كارب يلحيدنا منه يعني وجبة خدينا غير جوج عوض ثلاثة فهو سيكون لدينا لو كارب و نستطيع الوزن لن تتبيت الوزن تفاهمنا حاجة اخرى ممكن اي واحد يدخل في الكيتو دايت يبدأ بهذا الأسبوع يبدأ بهذا الأسبوع لكي يستعد داته انها يدخل في الكيتو دايت و كذلك الخروج من الكيتو دايت و كيف قلت لكم في الأول انه إلا حي يتوجبه مننا ره ممكن تخص الوزن بطريقة أسرع ان شاء الله بإذن الله اذا نمر بإذن الله الى اليوم الثاني وهو الثلاثة الوجبة الأولى خمس ملاعق من العدس مع ملعقة زيت زيتون بيضة مسلوقة قطعة خبز قطعة خبز زرعت الكتن العدس طيب و تنزمنا خمسة الملعقات الكاربراكوشي أمامكم الوجبة الثانية سمك ما شوي و 150 جرام من السلطة الورقية القيام الغدائية سأقوم بكم الوجبة الثالثة هي 3 قطبان لحم أو دجاج و قطعة صغيرة من الخبز الأسمر و 100 جرام من السلطة الورقية و قطعة صغيرة الكارب و بروتين و ضهون سألقوها أسفل الوجبة نمروش الله بإذن الله إلى اليوم الموالي الوجبة الأولى نصف كأس من الشوفان مع كأس حليب و موزة الكارب موزة و 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 قيام الغدائية أمامكم الوجبة الثالثة 100 جرام لحم مفرومة كفتة مع قطعة توست أصمر و 4 ملاعق من الترجلة و كذلك القيم الغدائية أمامكم نمرو وبسرعة إلى يوم الخميسة الوجبة الأولى بيضتين مقليتين مع الزبدة البلدية و قطعة خبز ريعت الكتان طريقة تحضر خبز ريعت الكتان متواجدة على القناة و بالنسبة للزبدة البلدية اللي يجلسكم باخير هي واحد الكيمية قليلة و نصف معلقة كبيرة القيم الغدائية أمامكم الوجبة الثانية 50 جرام من الأرز مطبوخ و 100 جرام من السلطة الخضر نوقف عن السلطة الخضر و نقول لكم بلعد الفيديو في السلطة الخضر و في السلطة الورقية السلطة الورقية هي قاع الخضر الورقية ممكن تجرون فيهم مثلا الخصة سلق الجرجير الكرافز إلى غيرها و تستطيع أن تضيفها قليلا والخيار و بالنسبة للسلطة الخضر فهي يكون فيها جميع الخضر مسلوقة حاولوا ما تديروش غير بطاطا ما تكتروش بطاطا فقط و من الأفضل تديرو الخضر الخضراء و بالنسبة للوجبة الثالثة تتكون من صدر دجاج متوسطة الحجم ما شوي ياغور طبيعي بدون سكر ما بايش نقول لكم سمية شركة من كل شي كيعرف اللون ديالو خضر هذاك والأفضل إذا سعرات الحرارية 421 دهون أمامكم البروتين أمامكم الكارب أمامكم في جميع الوجبات كل شيء أمامكم هذا هو السبب اللي خلانين تعطوه على الفيديو إذا نمره اليوم الموالي الوجبة الأولى ديالنا تتكون من قطعتين من جبن كيري مع قطعة من خبز زريعة الكتن تقدرون تأخذوا واحد الخبزة مدورة سأتبليكم في الفيديو زريعة الكتن وحدة الوجبة الثانية 150 غرام من لحم مطبوخ مع 120 غرام من الخضر من المسلوقة يعني السلطة الورقية تنقصد بها لا سلطة الخضر ليس السلطة الورقية الخضر المسلوقة هي السلطة الخضر الموجبة الثالثة شربة الخضر مع صدر الدجاج وتفاحة شربة الخضر بحل الصبة هي الصبة وتقدروا تطحنها بحل الصبة تماما إذا القيم كلها أمامكم الأخوان أمامكم القيم الغدائية كاملة ودوزوا اليوم الموالي هو السبت الوجبة الأولى يغور طبيعي بدون سكر مع قطعة توسط أصمر والوجبة الثانية تكون من 50 غرام من الأرز مطبوخ مع 150 غرام من السمك مطبوخوا شوية مهم أي حاجة بحلوب أي حاجة بحلوب انتم حرنا في طريقة الطبخة الوجبة الثالثة فخي الدجاج مشوي والسلطة ورقية كمية السلطة ورقية ما بتكورش في الفيديو هي 200 غرام نمر إلى يوم الأخير وهو الأحد بيضة ثانية مقليتان مع مناخات زيت زيتون وقطعة توست أصمر في الوجبة الأولى والوجبة الكاردية لكي تتلاحظوا البروتيني دوسوا أتحرج أي وجبة لكن أسفل الوجبة وجبة الثانية ثلاث قطبان من الدجاج أو لحم اختاروا اللي بغيتو ومية قرام من السلطة الخضار ثلاثة خمس ملاعق من الترجلة مع تفاحة متوسطة الحجم إلى هنا تنقرب ننتهي من الفيديو كل شيء أمامكم ونعاود نذكركم من الإخوان فهات الأسبوع الجدوى الزمني للوجبات لو كارب بالله يجرزكم بالخير الإخوان فهو لتتبيت الوزن اللي بغى خسارة الوزن إحيد وجبة ويجي الوجبة الأولى مع الحداش ووجبة تانية مع الخمسة تعملوا وحيد الوجبة اللي كتحتوي على كارب طالع ويخلي الوجبة اللي فيها البروتين تماما نتمنعنا لكل شيء يكون واضح عندكم ما بقاليا إلا نودعكم لا غير ونقول لكم طالع فرزكم ونتلقاوا فيديو جديد أستودعكم الله والذي لا تعضي وداعي وأقول لكم السلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة